اهلا بكم عزيزيزي وطالبات التعليم الفني في يوم جديد وساعة جديدة من ساعات التعليم الفني على قناتنا. النهاردة منتكلم عن حاجة مهمة جدا مع بداية الدراسة طبعا معانا مواد فنية كتير جدا تكون معانا ان شاء الله في الفترة الجاية. اه معانا حاجات كمان مهمة قبل الجزء الدراسي اللي احنا مفرود نتكلم عنه. ممكن النهاردة الحالة بتاعتنا موجهة لتخصص من التخاصات الصناعية. بس قبل ما نتكلم عن التخصص ده حابب بس ننوي على حاجة صغيرة وهي ازاي نقدر نتواصل مع بعض كطلبة تعليم فني مع قطاع تعليم فني ومدارسين بتوعنا على مستوى الجمهورية والناس كمان الزمل اللي مشاركين معنا في القناة على مدار اليوم لجميع الصفوف طبعا احنا معظم البرامج اللي هتتقدم عندنا او بتتقدم عندنا هتكون بتغطي غالبية مش هنقول كل طبعا ان صعب كل دي لان عدد او كم المواد الدراسية اللي عندنا ضخمة جدا متخصصة كتير جدا فبالتالي ان شاء الله فيه كمان بعض الموعيد اللي مفروضة تكون مخصصة للطلب عشان تقدر تتابع البرامج بتاعتها عشان تعرف الموعيد دي وبتكون متابعها بشكل جيد طبعا هتكون موجودة نمرة واحد على القناة هنا هيكون موجودة عندنا على منتقدات قطاع تعليم الفني وكمان هيكون موجود الجدل الخاص بالبرامج التعليمية برضو عندنا على قناة اليوتيوب الخاصة بينا وكمان على صفحة القناة على فيسبوك عشان نعرف الروابط دي برضو نقدر ان احنا نتواصل معها هنستعرض معكم الروابط دي ودي طبعا الروابط الخاصة بينا او الرابط عندنا هيكون رابط قناة اليوتيوب رابط قناة اليوتيوب نفس الرابط اللي معانا دلوقتي ده لو كتبته عندك على الجزء الخاص بينا على اليوتيوب هتفتح لك القناة، القناة اسمها قناة مصر التعليم فني، قطاع التعليم الفني عليها كل الأسات زي اللي هيكونوا بيشغالين معاك على مدار اليوم وهتناقشهم بنفس الكيفية اللي انت كنت بتناقشهم بيها يردوا عليك بنفسهم وهتقدر ان انت تتعلم وتتدور على كل المادة العلمية اللي نقصك ده بالنسبة لقناة اليوتيوب الرابط الثاني عندنا وده الرابط المنتديات ودي طبعا المنتديات الشهيرة بتاعتنا بتاعت قطاع التعليم الفني اللي عليها كل التخصصات بتاعتنا بالمواد العلمية طبعا لو لاحزنا ان دايما مختارين كلمة F.A.N.Y. او فني ايديوكيشن ده طبعا اختصارا لها فهنلاقي دايما الرابط ده او الكلمة دي موجودة على اي حاجة تخص قطاع التعليم الفني فبالتالي المنتديات جاهزة لجميع التخصصات عليها بنوك اسئلة عليها المواد العلمية والحلقات التلفزيونية اللي بيتم تصويرها على مدار اليوم وعلى مدار العام دي طبعا من ضمن الحاجات اللي بنحاول نوصل بها لولدنا وطبعا عندنا برضو جروبات التليجرام طبعا احنا عارفين كل طلبة بتاعتنا قاعدين على التليجرام وبيحاولوا يناقشوا ويتفرجوا ويتعاملوا معنا طبعا من ضمن الجروبات اللي بتاخد اعداد كبيرة برضو رابط تليجرام تي دوت ام اي سلاش فني ادوكيشن برضو دايما زي ما قلنا نفس المسمى دي ونفس الكلمة بتاعتنا هي دي الاساس عشان تقدر توصل لنا حتى لو حبيت تبحث بالكلمة دي على جوجل هتلاقل برضو هيفتح لك كل المواقع الخاصة بنا بكا قطاع تعليم فني فسهل توصل لنا سهل توصل للمادة الامية بتاعتك تناقش استاذك وهيكون كل ده بسيط معنا على مدار العام الدراسي ده بالنسبة لطرق التواصل وكمان معنا هنفتح في الايام الجاية كمان مجموعة تخصية من الجروبات الخاصة بالنوايات والتخصصات برضو هنبدأ نعلنها عليه على حضراتكو وهيكون دايما في صندوق الوصف دايما تحت اي فيديو موجود كل الروابط اللي احنا بنستخدمها او الروابط الجديدة اللي مانع عشان يبقى سهل اللي انت تتابعك كل الروابط دي هتكون في الحلقات اللي موجودة عندنا على قناة اليوتيوب الخاصة بقطاع التعليم الفني ده بالنسبة للاتصال او التواصل طب تعال بقى على الجزء التاني اللي احنا نتكلم فيه النهاردة وهو هنتكلم عن تخصص النسيج وبنكلم طلبة الصف الاول طلبة الصف الاول النهاردة هو لسه داخل المدرسة الفنية جديد ما يعرفش اي حاجة عن التخصص اختار تخصصه بالشكل التقليدي حبه سمع عنه شاف استاذ بيحببه فيه دي دايما اللي بنلاقيها في بداية اليوم الدراسي مع الطلبة بتاعتنا طلبة موجودين في قلب المدرسة كل واحد فيهم بيحلم يدخل تخصص وخايف منه ممكن تدخل تخصص وتكون في البداية زعلان انك انت دخلته لكن بعد كده هتكتشف ان التخصص ده هو انت الاجدر بالتواجد فيه ليه لاني هتلاحظ ان انت شاطر فيه يعني ممكن ربنا بيحاول يوجهك للحاجة اللي انت مفروض هتكون شاطر فيها فما تزعلش وحاول تحقق ذاتك في قلب التخصص بتاعك تخصصاتنا كتيرة وكل تخصصاتنا الفنية جميلة وان شاء الله بتقهل سوق العمل وهيكون لنا جميعا مستقبل بالنسبة للنظام التعليم العام للمن instructor اننا ي COLM اللي هو سنه الاولى سنة الفني احنا عندنا اكتر من النظام النظام اللي احنا عشغالين عليه دلوقتي او في الفترة دي هو نظام الفني العام يعني ايه فني عام يعني نظام ثلاث سنين العادي بيقابل على طول بعديها نظام الخمس سنين اللي هو بيكمل سنتين فوق الثلاث سنين العادية فده احنا بنسمي متقدم فطالب فيه بيقعد لغاية سنة خمسة فيه نظام تاني اللي هو نظام او منظومة الجدارات او المناهج المبنية على الجدارات ودي برضو ان شاء الله يكون لها نصيب معانا على شاشتنا على مدار اليوم ان شاء الله في خلال الايام الجاية دي برضو المنظومة الجديدة اللي انت فيها بتتعلم المهارات التخصصية في تخصصك فبالتالي مطلوب منك تتعلم مهارات هتنفزها بايدك هتتفرج عليها وهي بتتعمل قدامك وطبعا اللي دخل المنظومة دي هيعرف ان فيه طرق تحقق كتير جدا اثناء العام الدراسي لدرجة احنا ما بقاش عندنا بتحانات في المنظومة دي احنا عندنا تقييم انا بروح اقايم على الشغل اللي انا بعمله يمكن في مرحلة الدبلومو ده هنشوفه برضو مع بعض السانية دي ان فيها نوع من انواع التقييم عشان انت اهل للتعليم العالي لكن هي كمنظومة هي الهدف منها ان انت بتقدر تتعلم وتعمل بايدك مهارات تتعلمها وتتقنها عشان تكون مؤهل في النهاية لسوق العمل ده بالنسبة ليه الموضوعات الخاصة ببداية اول يوم كده في المدرسة وانت راح المدرسة انت فقاني تخص طيب النهاردة انت تخصص التخصص النسيج وده موضوعنا النهاردة هيكون بنتكلم عن تخصص النسيج تخصص النسيج من التخصصات اللي مهمة جدا في بلدنا ويمكن فيه مشروعات كبيرة جدا حصلت فيه محافظة دوميات ما كملناش حوالي ست شهور تقريبا عن موضوع ما كملناش حتى السنة عن موضوع افتتاح اكبر مصانع للغزل والنسيج في المحافظة دي مش دي المحافظة الوحيدة فيها تخص نسيج او مصانع نسيج مصانع نسيج موجودة في محافظات كتيرة جدا وفيه ورش في بعض المحافظات كمان صغيرة اه ايما على الصناعة دي فبالتالي هي صناعة مهمة جدا اقدر اطلع او ام بيها مشروع صغير وانا في مرحلة الدبلوم عندنا طلبة في مدرستنا حاولوا يعملوا مشروع صغير فعلا وبدأوا يعملوا بعض المشغولات بادوات بسيطة وبقى سهل ان هما كمان يقدروا ان هما يساوا اوه ويبعوه طب تعال بقى على قسم النسيج ده قسم النسيج الاول انه بدخله هلقى عندي مجموعة من المواد الفنية بالاضافة طبعا للمواد الثقافية العادية اللي احنا عارفينه عرب وانجليزي وهكذا كيميا وفيزيا هتلاحز ان عندك مجموعة مواد فنية المواد الفنية اللي فوق دي في قلب الفاصل فوق بيقابلها حاجة تحت بنسميها العملي انت ده ما بتسمع كلمة العملي لكن ما تعرفش ايه اللي بيحصل في العمل لما دخلت المدرسة الفنية بقى عندك نوعيتين دراسة 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 على العملية الفرق بين الاتنين دراسة النظرية انت بتتلقى فيها المعارف اللي احنا ممكن بنقولها لك او بنعرفك بيها عن طريق الكتابة اما الدراسة العملية فانت بتشتغل بايدك بتنزل الورشة بتنفذ تمارين بايدك طب اللي ايه انا بنفذ بايدي لان انا عشان اقف على المكناة والمكناة دي تكون فيها اجزاء خطر بتتحرك لازم اكون بعرف اتعامل معاها ده اللي انت هتاخده عندي تحت في الورشة وهتطبق المعارف اللي انت خدتها في النظري في الورشة او في المكان المعمل بتاعك اثناء تنفيذ المهارات دي فده برضو مهم جدا هتلاحز ان الدراسة بقت سهلة معاك لان انت اللي بتاخده نظري بتطبقه عملي فالموضوع بقى قريب وبقى ايه سهل طيب بالنسبة للنسيج بقى النسيج ده عبارة عن ايه النسيج عبارة عن مجموعة من الخيوط بتتعاشق مع بعضها يا خيوط طولية مع خيوط عرضية ده اقل النسيج موجود عندنا اننا بستخدم خيوط طولية وخيوط عرضية ده لما نكون شغال على مكان النسيج العادي لما بيتعاشقوا مع بعض بيظهر لي او بيقول لي ان هنا حصل نسيج بالفعل الخيوط الطولية عندي اسمها سدى الخيوط العرضية اسمها لحمة طب هي دي انواع الانسيجة اللي موجودة في السوق لا ده فيه انسيجة غير منسوجة اصلا في يعني فيه غير منسوجة ده عبارة عن شعيرات متجمع مع بعضها مضغوطة بشكل معين انتاجت القماشة الجديدة اللي هي لا ما فيهاش لا سدى ولا فيها لحمة ده هي شعيرات مضغوطة بمادة معينة ظهرت معايا الشكل اللي احنا بنقول عليه قماشة طيب في نوع تاني من الانسيجة اه امشت التريكو امشت التريكو مفيهاش سدى ولحمة ده هي فتلة واحدة طلعة ونزلة وقاعدة بتعمل عقد كده وغرز مع بعضها عشان تنسيجلي في النهاية القماشة اللي احنا بنشوفها اللي هي قماشة البلوفر او التيشيرت دي معمولة عن طريق انسيجة ايه انسيجة التريكو اما النسيج العادي بتاعنا فبيستعمل خيوط سدى وخيوط لحمة ده من نسبة لإيه للنسيج طب تعالى بقى نتكلم قبل ما ندخل على النسيج محتاج اعرف هو الخط جالي منين الخط عشان يجيلي لازم يجيلي من عملية اسمها صناعة الغزل في صناعة الغزل تعالوا كده نتفرج كده على الخطوات اللي بتتم في مرحلة الغزل ونتكلم عنها اول حاجة عندي من نسبة لعملية الغزل اول حاجة عندي حلق القطن انا لازم يكون عندي قطن القطن ده بيجي في بزرة فبيروح المحلك بتاعي عشان نفصل البزور عن الشعيرات بالشكل ده دي مكانة حليج بينزل عليها القطن بالشكل ده في جزء منها بيفصل في الشعيرات عن البزور يمكن النقطة السودة دي هي البزور هي بتسقط قدام حجز البزور فهنا في المرحلة دي احنا بنستخلص ايه بنستخلص الشعيرات من البزور عشان نقدر نعمل لها عملية الغزل في المراحل القبل كده طيب الشعيرات دي ليها مواصفات اه ليها مواصفات معينة دي طبعا الظهر السودة اللي قدامنا ده دي بزور بتسقط اما الشعيرات بتتجمع فيه جزء تاني طيب المواصفات بقى بتاعت الشعيرات دي لازم لها مواصفات معينة المرونة طول الشعرة دقة الشعرة كل ده بيساعدني على انتاج خيوط بمواصفات معينة لو عايز خيوط رفيعة لازم الشعيرات تكون في الاساس طويلة عشان كده بنقول على القطن المصري قطن طويل التلع هنا طبعا المصنع اللي قدامنا ده فيه اكتر من محلج فبالتالي دي بيديني انتاج بكميات المطلوبة طبعا القطن هنا في المصنع مش بينزل على طول على المكنة دي مباشر كده لازم بيتفضى بحاجة لا ده بيبقى القطن اصلا عشان يدخل على المحلج دي مرة واحد لازم يروح على مكان اسمه ايه قط التدريبة او التدريبة التدريبة دي بيحط القطن عليها الطبقات هي دي اللي بقى تظهر معنا دي دي مجموعة اقتان جاية من اماكن مختلفة هنلاحظ حتى ان الطبقات من الشبه بعضها في كده زي اختلاف تحس ان في مجموعات متكدسة فوق بعضها المجموعات دي بتتحط فوق بعضها في المكان ده عشان تاخد رطوبة الجو او رطوبة صالة الانتاج وبتبدأ تمر على اول مرحلة بتاعت اللي هي عملية التفكيك تبدأ تتفكك من بعضها وتبدأ تنزل وتتقدم المحل المطلوب منها ان تشتغل على مجموعة الاقتان دي طيب اللي بيحصل في الحالة دي ايه اللي بيحصل في الحالة دي ان القطن بيتنقل من المكان دي او الحصيرة دي ويروح على مكانة الحليجة عن طريق مواسير معينة بيبدأ يوصل للمكان اللي يتحلق فيه وبيبدأ يفصل بزرعة عن الشعارات ويبدأ يجمع القطن ويروح فيه خط الانتاج فيه جزئية تانية في خط الانتاج بتاعي الممكن يكون بيتنقل عن طريق مواسير حسب نوع المكانة او نوع المصنع هنا مصنع بخم فبالتالي هل لازم يكون فيه وسيلة ينقل بها القطن الوسيلة دي مش هتكون آآ آآ سندي لا زي المحلج العادية لا ده محتاج يكون فيه مواسير لنقل القطن من المكانة بعد حلجها لمكان تاني او المرحلة اللي بعد كده لانا محتاج نتكلم فيها او محتاج اقول ان هاخد القطن ده واطلع به على المرحلة التانية بقى كده احنا شفنا عملية الحليج وده اول جهاز عندي من الاجهزة اللي بيمر عليها بالقطن هنا طبعا لو قربنا كده هنلاحظ ان هنا فيه خطوط موجودة آآ زي انفاء كده الانفاء دي هي اللي بيمر عليها القطن عشان يوصل لماكينات الحليج بتاعتي كده دي حصير ده هنا بين القطن بيدخلوا على مكينات الحليج عشان تقوم مكينات الحليج بعملية فصل البزور عن الشعيرات كده احنا شفنا الجزء الخاص بعملية الحليج وفهمنا وعرفنا ان القطن في الاساس مش بييجي على طول على المصنع ويتعامل الخيط لا ده فيه مجموعة من المراحل اللي بيتم على القطن عشان يوصل لهيقة الشعيرات اللي بيها بطلع على المرحلة اللي بعد كده اللي هي التجهيز بقى للتحويل لخيط اللي هي عملية الخلط والجزء الخاص بالغزل وطبعا مراحل الغزل بتبقى اكتر من مرحلة مش مرحلة عندي تمشيط فيه مرة خطوات لو حبينا نستردها بترتبها بنقول اول عملية بيتم عندي الحلج تاني عملية بيدخل على خط اسمه خط الخلط والتفتيح والتنظيف بيعمل خلط وتفتيح وتنظيف يعني ايه خلط ويعني ايه تفتيح ويعني ايه تنظيف القطن اصلا بيبقى جاي من الحقول بيبقى عليه بعض الكشور جاية من الشجر بتاعه فدي اول مشكلة تاني مشكلة بيبقى ممكن يكون عليه اتربة بتتنفض برضو في الجزء تنظيف ده بعد كده مطلوب مني اعمل عملية تفتيح افكك الشعارات من بعضها لانه بيبقى جاي لبالة فبفتحه يبقى انا كده عملت له تفتيح وعملت له ايه التنظيف طب والخلط بجيب قطن مسلا جاي من مصنع او من حقل نمرة واحد او من محلج نمرة واحد قطن جاي من محلج نمرة اتنين وحط الاتنين على بعض ودخلهم على المكنة فبيتعملهم عملية خلط كل مرحلة من مراحل اللي بيمر فيها القطن في المراحل بتاعة خط الانتاج بيبقى فيها داخلها خلط الى ان اوصل لشكل الفتلة او اوصل لشكل المبروم من عند عملية البرم خلاص مفيش خلط بعد كده ببدأ اجهز لعمل الخيط تاني عملية عندنا اللي هي غزل القطن بقى اللي هنتكلم فيها او هنفسر فيها كل الكلام اللي احنا قلناه هتكون بالشكل ده كده انا هندي هنا صالة الانتاج زي ما احنا كده هنشوف مع بعض صالة الانتاج هنا قدامنا فيها مجموعة من الماكينات تعالوا كده نشوف الجزء الخاص بالماكينات بتاعتنا ونستعرض الماكينات بتاعتنا هنا طبعا القطن مرصوص بالشكل اللي احنا شايفينه جاي من المرحلة اللي قبل كده اللي هي مرحلة الحليك جاي على هيئة بلات اه بجمع البلات بالشكل اللي قدامنا وابدأ ان انا ادخل بقى مرحلة مرحلة من المرحل اللي معاي اول مرحلة عندي مثلا بتبقى عملية الخلط زي ما قلنا خط الخلط والتفتيح والتنظيف بعد كده بيدخل اه على مجموعة من المكسفات بتعمل عملية شفط للاتريبة اللي معانا طبعا ممكن نطلع على الفيديو هنشوف الموضوع ده هنا قدامنا قدامنا خط انتاج وخط الانتاج ده بيبقى مكوم من مجموعة من الماكينات مسؤولة عن عملية ايه عملية الانتاج بتبقى مثلا فيها اه مكنة زي المكنة اللي قدامنا دي ممكن تكون زي مكنة الكارد واحنا عارفين مكنة الكارد دي بتعمل على عملية تسوية الشعارات جنب بعضها بعد كده بعد عملية الكارد بيروح على عملية السحب ده جهاز السحب مجموعة من الاستونات موجودة خلف اه مكينة السحب بسحب من الاستونات دي كلها الاشريطة اللي طالعة منها واعمل لها خلط وسحب فبالتالي لو انا حاطت تمن اشريطة وراء بيتجمعها قدام على هيئة شريط واحد في النهاية في اجمالي خلط الايه التمن اشريطة يبقى الشريط الناتج الجديد ده عبارة عن خلطة من مجموعة الاشريطة اللي معي طب تعالوا بقى نستكمل كده ونشوف خط الانتاجة هيكمل معي على ايه بعد عملية الخلط اللي حصلت في جهاز السحب هنا طبعا مجموعة الاشريطة زي ما احنا شايفين قدامنا بتجمع فائد شريط قد الشريط الاخير بتاعي يبقى هنا دخل الاستوانة منهم هتطلع طمن الكمية بتاعتها عشان يجمعوا في النهاية الاستوانة الجديدة اللي هتطلع قدام المرحلة دي اسمها مرحلة ايه مرحلة السحب فيها ايه فيها سحب وخلط هنا مكينة البرم مكينة البرم بتاخد اشريطة السحب اللي تم خلطها وسحبها في المرحلة قبل كده وبتبدأ تتحط الاستوانات خلف المكينة وبتطلع على بتسحب الشريط على حاجة اسمها حامل كريل اول كريل وبعد كده بتتقدم الاشريطة وبتدخل على جهاز السحب بس مخصص للمكينة دي بس كل مردن له اه جزء او جهاز السحب خاص بيه ولو مردن مسئول عن عمليات البرم بتاعتي اه معنى كلمة برم معنى ان فيه الاشريطة اللي قدام دي اول حاجة بيصغر حجمها تاني حاجة بتاخد مجموعة من البرمات بعد عملية البرم ببدأ ان انا اخد البكر المبروم ده او الاستوانات المبروم دي ببدأ علاقة على الحوامل العليا دي وبتبدأ تتسحب على القطبان بتاعتها دي وبتتنقل لمرحلة تانية وهي مرحلة الغزل في المكانات الغزل زي ما احنا شايفين دي المكانة بتاعت الغزل بتبدأ تتعلق البكرات اللي جاية من مرحلة البرم وبيبدأ تسحب منها المبروم ويتعمله اللضم ويمر على جهاز السحب كمان جهاز السحب بتاعي ده بيقلل السمك نمرة واحد نمرة اتنين بيبدأ بقى كمان الجزء الخاص بعملية الغزل يدي البرامات المطلوبة للخيط اللي وصلنا له في المرحلة دي. هنا في المرحلة دي الشعارات بتاعتي تحولت لخيوط. اقدر استخدمها في مرحلة النسيج اللي بعد كده. مرحلة النسيج محتاجة عندي انواع من الخيوط منها خيوط سدى ومنها خيط لحمة. الخيط اللي قدامنا ده في مرحلة الغزل يعتبر بالنسبة لخيط لحمة. عشان يبقى خيط سدى لازم بعد عملية الغزل دي يروح على عملية تانية اسمها عملية التطبيق والزاوية. هحط اكتر من الخيطين مع بعض. ده هيزود متانة الخيط وهيخليه يقدر يتحامل الاجهدات اسناء تركيبه على ايه? على مكانية النسيج. فبالتالي في الحالة دي اقدر استخدمه ايه? خيط سدى. هنا ده الجزء الخاص بماكينات التطبيق والزاوية. بين مجموعة الخيوط او مجموعة البكر. الملفوفة دي. العليا دي تم فعلا خلاص برمها وكمان او اخدت الزاوية المطلوب بتاعها واطبقت كمان. فبالتالي انا بطبق الخيط وبجيبه على المكانة دي ادي خطينهم بعمل لهم اللضمة بيبدأوا يشتغل وياخدوا البرامات وفي النهاية يكونوا لي الكونة اللي قدامنا دي. فبالتالي في المرحلة دي بزود قوة الخيط بقوية عشان اقدر استخدمه في مرحلة الايه? التزدية. فبالتالي بقعندي خيط قوي اه يتحمل اجاهدات النقل من فتح وايه? وقفل نفس وضم لحمة. وطبعا مسميات هناخدها فيما بعد ان شاء الله على مدار العام الدراسي في المادة بتاعتنا. هنا دي صالت الجزء الخاص بعملية التزدية. انا هنا بركب الكونات كلها اللي كانت جاية من مرحلة الغزل. وهنا نفصلة نسيج. دي تحضرات النسيج. بابدأ اركب الكونات بتاعتي واسحبها على حاجة اسمها الدورة. الدورة دي بجمع فيها وبرتب فيها خيوط السدى عشان اطلع للمرحلة اللي بعد كده اخد الاسطوانة الكبيرة دي اللي هي فيما بعد اسمها مطوط السدى. واروح بيها على آآ جزء الخاص بماكينات النسيج عشان اركبها على المكنة. وابدأ امر بالمراحل اللي بعد كده الخاصة بايه? الخاصة بعملية النسيج نفسها. عشان اقوم بعملية النسيج نفسها. محتاج يكون عندي ادوات مهمة جدا عشان اقدر لنا ايه? اشتغلها يبقى تعالى بقى نتنقل من المرحلة دي لصناعة النسيج. انا ازاي بقوم بعمل النسيج. تعالوا نتفرج ازاي بيتم صناعة النسيج بداية من مرحلة التزدية. احنا شفنا جزء للتزدية في الفيديو اللي كان معنا اللي اللي فات. لكن تعالى بقى نشوف جزء بس من انواع التزدية كمان اللي هي التزدية بالقطبان. اللي فات ده كان التزدية بالصونات كان كل الخيوط بلون واحد. هنا التزدية هتكون قطبان. تزدية القطبان الخيوط مش لون بعض. ده انا هنا بقدر انفز الامشا المقلمة. بعمل لها السدى بتاعها بحضره بالوانه من البداية بالشكل ده على الدورة. بسحبه من الدولاب بتاع التزدية وبلفه على الدورة. وبعد ما اخلص التزدية على الدورة ببدأ اخد الخيوط من الدورة ولفها على مطوط السدى اللي هتقوم في المرحلة اللي بعد كده ايه? بالخطوة اللي بعد كده اللي هي اللقي والتطريح. هاجي هنا في اللقي والتطريح والتقديم. تعالوا كده نشوف نموذج لعملية التقديم. الشكل ده كده. انا هنا بعمل عملية اللقي. هنا بحط الخيوط في عيون النير. طبعا النير هنا او الدرق هنا. هرارة عن نير من خيوط. اه بيمر كده الخيط بالشكل ده. طبعا هو له طريقة بالترتيب بتاعها طبعا هناخدها برضو على مدار شغلنا في مادة تراكيب نسجية هنفهم ازاي بيتم عملية اللقي بالشكل ده. ليه هو بيحط الخيوط بالترتيب اللي قدامنا ده. بعد بيخلص عملية اللقي بيروح يعمل حاجة اسمها تطريح. بياخد الخيوط ده كلها ويحطها في ابواب المشت عشان المشت في النهاية هو اللي هيقوم بعملية ضم اللحمة فيه مبعد. كده هو انتهى من عملية اللقي تماما. بعد كده بيتنقل لعملية التطريح في ابواب المشت. كده بدأ عملية التطريح بياخد الخيوط كلها على طول في ابواب المشت. وبعد ما بيخلص تطريح بالنهاية بيعمل تقديم بيلف شوية خيوط السيدة الزيادة دوب لفهم على مطوط القماش ويكون جاهز لعملية النسيج نفسها. هنا خلص هيبدأ بقى كده بدأ عملية النسيج بيحضر طبعا هنا ده لها نظام خاص لان المكان هي دوي. هنا بدأ عملية النسيج وبدأ ينتج القماش فعلا وبدأ القماش يظهر تحت اسفل الماكينة. هو انتج الكمية دي كلها بعد فترة من التشغيل. احنا كده كمان وصلنا لمرحلة النسيج. لسه مدخلناش على التركيم النسيج اللي هي في الاساس الموضوع بتاعنا. تعالى بقى نشوف عملية النسيج نفسها بشكله تاني. هنجي هنا بقى عملية النسيج ده هنشوفه في مادة الات. ازاي بتتم عملية النسيج على الطبيعة. نمرة واحد انا هنا عندي في مجموعة حركات الاساسية هندرسها مع بداية الدراسة. اول حاجة عندي هتكون اسمها فتح النفس اللي بيقوم بها الدرق في الشكل ده. رفع خيوط لاعلى وفيه خيوط لاسفل. المكان ده اسمه نفس. قدامي ده اسمه مشت بيرجع للخلف. بيسمح ليه خيط بالعرض يمر اللي هو خيط اللحمة. بيتقدم المشت عشان يضم خيط اللحمة ده ليه خيوط اللحمة السابقة. في نفس التوقيت الدرق بيتساوى. في نفس التوقيت في هنا حركة بتتم اسمها طي. في نفس التوقيت في حركة بتتم هنا اسمها ايه رخو. بارخي السدى. بطول القماش اللي تم انتاجه. بارجع افتح نفس مرة تانية. اللون الاحمر بقى في الجزء العلوي. اللون الابد بقى في الجزء السفلي. بدأت فتحة تتفتح في نص المسافة اللي موجودة هنا. الفتحة دي زي ما قلنا اسمها نفس. بمرر خيط لحمة مرة تانية. بارجع تاني بعمل عمل عملية ضم الخيط اللحمة اللي تم امراره. بعد كده بيتساوى الدرق مرة تانية. وهكذا وبيتم النسيج. ده شكل مبسط لعمليات النسيج على الطبيعة على الماكينات. تعالوا بقى على اول جزء عندنا هو النسيج السادة. والنسيج السادة عندنا من الانسجة البسيطة اللي احنا بنشتغلها والي احنا بنستخدمها عندنا في صناعة النسيج. النسيج السادة اقل حاجة فيه عشان اقدر اطلعه. بحتاج لفتلتين ولحمتين. الفتلتين دول بالطول واللحمتين دول بالعرض. تعالوا نمثل الكلام ده هنا عندنا على الورق عشان نعرف الاتجاهات بتاعتنا اللي موجودة في الانسجة بتاعتنا. اول حاجة عندي لو طلعنا مع بعض كده وقلنا انا عندي فيه خيوط طولية هتكون اسمها خيوط السادة. خيوط السادة الطولية هتكون بالشكل ده. الخيوط ديت بنقول بنسميها سادة. ادي هنا الفتلة الاولى وادي الفتلة التاني. كده فيه اي مشكلة. انا هنا عندي فتلة رقم واحد. والفتلة رقم اتنين. دول السادة. محتاج لهم لحمات. هنعمل اللحمة رفاية عشان نفرق ما بينهم. دي هتكون برضو اللحمة رقم واحد. واللحمة رقم اتنين. تمام? كده هيحصل تعاشق ما بين الاتنين دول. التعاشق ده هيتم بازاي? هيتم بان اللحمة دي لما تيجي تمر على الفتلة بتاعت دي هتطلع من فوقيها. وما تروح عند الجنب الديني ده هتطلع هتعد من تحتها. فبالتالي هتظهر بالشكل ده. طب تعالى بقى على رقم اتنين. ازا كانت دي تلعت من فوق ونزلت من تحت. ايه في الجزئية دي هتنزل من تحت وتطلع من فوق. والتانية كانت تلعت. وكملت النزول بتاعها. طبعا هي مفروض ان هي وصلة واحدة. وهتطلع بالشكل ده. تمام كده احنا شفنا الشكل ده. طبعا عشان نفرقهم اكتر بقى مع بعض ويكون اوضح. هتعالوا نشوف هنوضحها زيه? انا هنا عندي هنقول ان اللحمة هنا هتمر. ادي هنا الفتلة الاولى. وهنسيب مكان لمرور اللحمة. وهنكمل. الفتلة التانية وهنسيب مكان لمرور اللحمة وهنكمل. ازا في المكان ده بقول ايه? بقول ان اللحمة هتيجي في المكان ده وهتعدي فوق الفتلة. وتحت الفتلة التانية. دي هنا واحد ودي هنا اتنين. طلقت فوق الاولى ونزلت تحت التانية. اللي بعدها نزلت تحت الاولى وطلقت تحت التانية. الكلام ده هيتم على القماش وهيتم على الجزء التاني من التصميم بتاعنا اللي هو ورق المربعات طيب انا هعمل ايه على ورق المربعات انا هنا بنقول فيه مربعين او فتلتين سدو ولحمتين ودول كل فتلة منهم او كل تقاطع منهم هيكون بيمس المربع على ورق المربعات طب تعالى كده نشوف الجزء الخاص بالتقاطعات دي عشان نعرف انا عندي كم تقاطع في الرسمة بتاعتي اول حاجة هنا انا عندي اتقاطع رقم واحد عندي اتقاطع رقم اتنين عندي اتقاطع رقم تلاتة عندي اتقاطع رقم اربعة لما اجا مسل اتقاطعات دي على ورق المربعات هيكون بالزبط بالشكل ده كده هحتاج لورقة مربعات بالشكل ده عشان اقول لو اللحمة طلعت فوق هسيب مربعها فاضي خلا بلكوا دي فيه حاجة اسمها العلامة فيما بعد لو اللحمة هي اللي فوق الفتلة يبقى المربع دي يكون فاضي لو الفتلة فوق اللحمة هنخلي المربع متلون في ناس بتعمل العكس تمام؟ اللي بعدها اللحمة يمشى بالعرض نزلت تحت الفتلة يبقى الفتلة اللي فوق يبقى المربع ده متلون بالشكل ده هنا اللحمة هي اللي فوق المربع لونه ابيض يبقى احنا كده مسلنا ازا كان المربع هنا فاضي يبقى اللحمة هي اللي فوق ازا كان المربع هنا مليان يبقى فتلة السده هي اللي معدية فوق طب فوق وتحت دي بتتم ازاي؟ بتتم على المكانة بشكل اوتوماتيك انا كل اللي بعمله انا عندي هنا في نفس بيتفتح بالشكل ده ولحمة بتمر الحطفة اللي بعد كده دي بتقفل وبيبدله فاللي تحت هتطلع فوق واللي فوق هتطلع تحت تمام كده؟ الطلوع والنزول ده هيعمل عملية التبديل بالشكل ده بقى فيه مساحة تانية احطي فتلة كمان اللي حصل ده هيخلي الخيوط نفسها اوتوماتيك هتتعاشق مع بعضها التعاشق ده اللي هينتج منه ايه؟ هينتج منه القماشة اللي احنا بنستخدمها وبنلبسها وليها استخدامات تانية كترة جدا غير المال بس فيه مفارش وفيه بطاطين وفيه اشكال كتيرة جدا من الانسجة عندنا في السوق يبقى نسيج السيدة ابسط حاجة ليه بيستخدم ايه؟ فتلتين وليحمتين طيب الكلام ده عشان نفسره اكتر حلق انا عندي النسيج البسيط ده هيبقى عبارة عن النسيج عادي كده وبس اللي هو مربعين تعالوا نشوف التصميم اللي معنا ده وازاي هنفرق هننفذ اللي احنا عملنا دلوقتي على ورق المربعات هننفذوا عندي في التصميم يمكن برنامج اكسل احنا بنرسم عليه ومن ضمن منهجنا اه ان شاء الله هكون فيه جزء خاص من حلقتنا عن هنتكلم ازاي بنجهز المنطقة العمل لكن هنا تعالوا نشوف انا هنا هعمل اللحمات والفتل بالوان مختلفة عشان اقدر افرق ما بينه هنا عند الفتل بقيت باللون الاحمر واللحمات باللون الازرق هنعمل التعاشق بتاعي هبدأ هنا هجمع الفتلتين واللحمتين دول وهبدأ ان انا اعمل لهم عملية التعاشق في الجنب ده ده اللي احنا هنسميه فيه وبعد المظهر السطحي ازاي اجيب الخيوط وعشقة وتعمل التعاشق مع اللحمات بدون ما يحصل مشكلة معي وبقى فاهم ازاي الحركة تمت ازاي كده انا هنا هبدأ ان انا احط علامات الخاصة بمرور اللحمة بتاعتي للاتنين وهفرق مكان التقاطع عشان اخليه باللون ايه باللون الاحمر كده اللي تنفق بعض كده فيه تعاشق مفيش اي تعاشق كده هم فتلتين وفقهم لحمتين التعاشق ما تمش طب عشان اتمم التعاشق في المنطقة دي هعمل ايه هاجي على المربع اللي انا ما يحتاج ان اللحمة تعدي من فقية او الفتلت تعدي من فقية هغيره بلون الفتلة هنا كده اخترت المربعين دول هديهم اللون بتاعي اللي هو اللون الاحمر وكده لو اول نضغط في اي مكان كده هيظهر معايا انه بقت فيه حاجة فوق حاجة الفتلة دي عدت تحت اللحمة دي وفوق اللحمة التانية الفتلة رقم اتنين عدت من فوق الاولى ونزلت من تحت التانية ده الرسم اللي احنا رسمناه معاقو دلوقت طب التقطعات الاربعة دول اللي احنا بنقوله هيمثل ورق المربعات ادي واحد اتنين تلاتة اربعة اللي احنا بدأنا نعلم عليهم دلوقتي الاربع مربعات دول هناخدهم وننفذ بهم تصميم جديد هنا كده على جنب هيبقى عبارة عن مربعين بالطول ومربعين بالعرض المربعين اللي بالطول والمربعين اللي بالعرض دول هم دول التقاطع الاساسي اللي انا بشتغل به في الجزء الخاص بالتركيب النزل هنبدأ نرسم المربعات هناخد هنا مساحة جنب جزء اللي احنا رسمناه ادي الاربع مربعات بتوعي الازرق هنحط باللون الازرق والاحمر هنحط باللون الاحمر احنا لسه في البداية هنا هنعمل حدود لها وهنيجي بقى على المربعات بتاعتي كده اللي عدى فيه الازرق هنخالب اللون الازرق صعبة دي؟ بسيط هنا هنختار اللون الازرق واللي عدى باللون الاحمر هنحط باللون الاحمر اظن كده وضحت اكتر كمان من الورقة اللي كنا شغالين بيها طب كده انا مسلت المربعات المتقطعة دي بالالوان اللي قدامي دي فاصبح عندي مربعين بالطول ومربعين بالعرض وده ابسط شكل للتصميمات الخاصة بالتركيب النسجية عندي اللي بتحول الشكل الطبيعي للتركيب النسجي من التقاطعات اللي مفروض تكون على القماش لتقاطعات تنفع تتحط على التصميم تعالوا نعكس اللحمات ونخلي اللحمة الاولى هي لتحت ونشوف التصميم هنا هيكون شكله ازاي هنا هنختار الالون بتاعتها وهنفرغ المكان المفروض في يعدي اللون الاحمر عكس الاولين كده هنجدهم اللون الاحمر وهنيجي على جنب نرسم التصميم بتاعنا اللي هو ايه التقاطعات الاربعة اللي احنا اتكلمنا عليهم هنا هنا التقاطعات هنا فيها تبادل هنا بنقول ان العلامة هنا كانت لحمة لكن هنا العلامة السيدة يعني ايه العلامة لحمة يعني ايه العلامة السيدة علامة السيدة يعني الفتلة فوق اللحمة الاولى العلامة لحمة يعني اللحمة فوق لا ايه الفتلة الاولى هنيجي هنا ناخد الاربع مربعات وهنلون كل المربعين باللون التقاطع بتاعهم قدر مربعات اللي باللون الاحمر وهنيجي ناخد المربعات اللي باللون الازرق كده هناخدها هنلونها كده تلونت طب وانا في التصميمات فين بعد لو لاحظنا حتى الكتاب بتاعنا مرسوم بلون واحد مش بلونين لان انا هنا ببقى القماشة عندي شغال بايه بايه آآ لون واحد يا ممكن عندي قماشة بيضة فبالتالي ما عنديش الكلام ده وده بيظهر اكتر في المظهر السطحي للنسيج السادة. تعالوا نشوف المظهر السطحي للنسيج السادة كده. انا هنا عندي هنرسم تصميم نسيج سادة. صغير في المساحة اللي قدامنا. انا هنا بقى هنسى الشغل اللي كنت عامله على الخطوط وهناخد مثال لرسم المظهر السطحي. هاجي هنا واروح اعمل التقطعات الخاصة بالنسيج السادة اللي هي العلامات بتاعة السادة. هبدأ ان انا اوزعها في المساحة اللي قدامي. مثلا انا عملت مثلا تمانية في تمانية بالشكل ده. طبعا هناخد الحسابات دي ان شاء الله بشكل مفصر في الحلقة بتاعتنا وعلى مدار الحلقات الجاية ازاي نحسب المساحات دي ونرسم فيها. لكن احنا بنقول احنا معانا مثال مبدأ بوزع كده العلامات بتاعتي بالشكل ده. هديها اللون الاوحد اللي احنا قلنا عليه اللي هو زي ما مرسوم عندنا فيه كتاب هديها اللون الازرق. هنا اللون الازرق المرادي ده لون السادة مش لون اللحمة. يعني هنا متاح عندي اختار اي لون وانا شغال عشان كده دايما هنا اللون الابض هيكون اللون اللحمة اي لون موجود عندي هيكون معناه ان الستادة هو اللي فوق. بعمل المساحة تحت المساحة دي بسميها اللقي او درق.ב� بدأ ان انا احط التقطعات بتاعتي بعلامة الاكس كده حسب الاختلافات انا عندي الفتلة الاولى ليها حركة دي مربع الاولاني مليان يبقى تحته اكس المربع التاني فاضي فالاكس بتاعتها تبقى رقم اعلى او في الصف التاني فكل اللي شبه بعض في الصف الاولاني واللي هم ملونين وكل اللي شبه بعض ولونهم ابيض هيكونوا في الصف التاني هنا طبعا انا عندي فيه جزء بتاع اللاقي ده انا بعبر عن الخيوط بعلامات اكس بس فانا هنا محتاج درقتين لدينا نسيج سادة ومحتاج لدواستين لان كل درقة لها دواسة فبالتالي انا محتاج دواستين فهنا مسلت الدواسات بالشكل ده وطبعا هناخد موضوع الدرقة والدواسات ده بشكل مفصل اكتر كمان في جزء العمل وفي جزء خاص بالالاء تعالوا بقى عشان نجيب المساحة اللي هي 8 في 8 دي اللي هي 4 تكرارات في كلا الاتجاهين 4 في السادة و4 في اللحمة هضرب هنا المساحة دي في اتنين زائد واحد اما هضرب في اتنين زائد واحد هيديني اتنين في تمانية بستاشر واحد سبعتاشر كده انا هحسب سبعتاشر مربع طول وعرض لو لاحزنا ان هنا فيه اعدات جنب في الشريط فوق بيعديه للارقام دي هعمل حواليهم اطار تقيل عشان نبقى عشية في الحدود بتاعتي وهبدأ باللون الازرق ده اللي هو لون خيوط السدى هحط بيه خيوط طولية في المساحة اعمله بالالم الرصاص هنا هنا طبعا وزعتها عشان كمبيوتر سهر في التوزيع فانا وزعت كل الخيوط هنا زي ما قلنا انا همسل الكلام ده الاول على ورق المربعات بالرصاص عشان بعد كده همسح الرصاص واحطه باللون الفلماستر بلون السادة هنا طبعا اللحمة الاولى تحت فبالتالي هسيب المربع ده فاضي والاول خطوة طبعا عشان هتعلم هاخد كل المربعات البيضة اللي في اتجاه اللحمة هديها اللون الايه الاحمر ده اول خطوة بنعملها مع ولدنا كده في تعاشق لا بالعكس ده هو خط احمر كده ماشي فوق تحت ايه الخطوط الزرق اللي قدامي هاجي هنا بقى المربع الاولاني ده ايه متلون لونه ايه ازرق اسيبه لونه ازرق طب المربع اللي جنبيه ابيض يبقى يبقى لونه ايه احمر مش احنا قلنا لون الابيض في التصميم بيعبر عن ان اللحمة فوق فبالتالي معنى كده ان هنا في لون ابيض يعني اللحمة معدية فين فوق الفتلة فالكلام ده يحصل مرة ومرة مرة ازرق مرة احمر مرة ازرق مرة احمر ازرق احمر للنهاية هنا ما نيجي نلون الاحمر حصينا بالشكل بقى ان اللحمة عادت تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق كده احنا مررنا اللحمة الاولى تعالى نشوف اللحمة التانية وهتبقى عكس اللحمة الاولى في الحركة بتاعتها لونا كل مربعات البيضة الاول وبعدين جينا عكسنا هنا بقت بيضة يعني المربع الاولاني هيبقى لونه احمر احمر ازرق للاخر هاللاحظة ان هي بقت اللحمة ايه? فوق تحت فوق تحت فوق تحت للنهاية. الكلام ده بيفضل يتكرر طول ما عند هنا تركيب نسج مرسوم ولو عدد من اللحمات لازم اللحمات التمانية دول يتمثنوا هنا برضو بتمن لحمات عشان يظهر التعاشق بالشكل المطلوب. ده كان مثال من الامثال الخاصة التعاشقات الخاصة بالنسيج السادة. لكن النسيج السادة بقى لو طلعناه على جزء مهم جدا هو انا برسم النسيج السادة على اي ورق يعني انا اجيب بالرأس التفصيل مثلا اللي هي المربعات بتاعتها الكبيرة اللي بتاعت الرياضة دي واشتغل عليها اه النوع ده من التصميمات هو هينفع بس هينفع لك انت كشكل انت بترسم به او بزينا تقول انت بتنفز مهارة كده مع نفسك بس في مساحة ايه كبيرة. المربعات في الحالة دي هتبقى حجمها ضخم. فبالتالي اه انا مش بدي مثال ده انا هرسم تصميمات ممكن يعدي عدد المربعات اللي فيها مثلا اربعين واكتر من اربعين مربع بالعرض او بالطول. فانا محتاج مساحة مربعات تكون صغيرة. وفي نفس الوقت اقدر احط فيها العلامات بتاعتي ما استهلكش مجهود عشان الون المربع واغطي بالالوان. فعشان كده انا عندي مجموعة من انواع ورق المربعات. اه نقدر نختصرها في الاوراق اللي عندنا. بنبدأ من نوع ورق اربعة في اربعة. ويعني اها اربعة في اربعة يعني انا عندي اربعة مربعات. في اربعة مربعات طول وعرض. في مساحة كم سنتي? في مساحة سنتي واحد. الكلام ده هيتم ازاي? لو جينا هنا وقلنا الصنتي في سنتي. يبقى فيه كم مربع? فيه اربع مربعات. فيه نوع تاني من انواع الورق هيبقى فيه تمان مربعات. وفيه تمانية في ستة. وفيه اتناشر في اتناشر. كل انواع ورق المربعات دي بنقدر نستخدمها. فيه خمسة في خمسة. بس عدد المربعات اللي هاشتغل فيها في التركيب الناس جاية ينفع اربعة في اربعة اشتغل على رسادة. ينفع خمسة في خمسة. ينفع تمانية في تمانية. بس هنا فيه حاجة. تركيب الناس جاية عشان اقدر اسمها بشكل كويس برسمها على ورق اربعة في اربعة. ليه? بيكون واضح شوية. لكن لما اطلع بقى على لوحة الرسم الفني ده طبعا مادة من ضمن المادلة احنا هناخدها في الصف التاني. دي بيبقى فيها رسومات آآ فنية مسحتها كبيرة. يعني مثلا التلاتين في تلاتين عندي في كراسة المنسوجات تقدر تتعمل. طب لكن لو مية وعشرين في تمانين على كراسة المنسوجات انا محتاج ورق يتلزق كتير كده عشان اجمع المساحة بتاعت الرسمة عندي في المساحة اللي قدامي. فده يبقى صعب جدا ومجهد جدا انه يتجمع في نفس المساحة دي. فبالتالي بتنقل على ايه? بتنقل على او ورق المربعات اللي بيستخدم في الرسم الفني. اللي هو الورق نوعيات تمانية في تمانية. ازا كان الصنطي في صنطي كان بيعبر عن آآ اربع مربعات. نفس الصنطي في النوع التاني هيعبر عن تمن مربعات. تعالوا نشوف كده المسال ده هنا لو جينا نقسم ورق المربعات عشان نعرف انواعه. لو جينا هنا مثلا عمل مساحة الصنطي في صنطي بالشكل ده كده كمسال وهنا هنعمل الصنطي في صنطي مش هنقفل المربع بردو كمسال. هنا هيتقسم واحد اتنين تلاتة اربعة اجزاء. نفس المساحة بنفس المقاس هنا هنا هتكون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية نفس المساحة بس بقى فيها تمانية وزيها برضو بالطول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طبعا الخطوط دي بتتقاطع مع بعضها طول وعرض فبيزهر لي ورق المربعات اللي احنا بنقصده وهنشوف طبعا بيبنلي او بشوف الكلام ده طبعا على في الكراسة بتاعتي بالشكل ده طبعا احنا برضو فيه امثلة لها ان شاء الله هنوضحها لكم فاصبح هنا المربعات حجمها صغير لكن تعالي على دي المربع اصلا هيكون حجمه ايه حجمه كبير فبالتالي انا قادر اشوف المربعات دي وقدر اتعامل معها اكتر من دي دي للتراكيب اما دي للرسم الفني فيه فرق بين الاتنين بس هل دي لو جيت ارسم عليها منسجات هتقول لي لا لا هنفع ارسم عليها منسجات عادي من غير اي حاجة لان في النهاية انا بستخدم ورق مربعات بضيف عليه او بحط عليه التراكيب النسجية بتاعتي ده طبعا الجزء الخاص بالتراكيب النسجية وإحنا برضو لسه ما دخلناش وما تعمقناش في النسج السادة لكن بنتكلم عن جزء تاني في النسج السادة هناخده بقى على المستوى الاعلى من ضمن منهجنا ان هيكون عندي حاجة اسمها امتداد النسج السادة بدل ما هرسم علامة هكون عندي اكتر من علامة موجودة عندي طيب انا هنا عندي بقى النسج السادة في جزء مهم جدا عايزين نتكلم فيه قبل ما نوصل للجزء الخاص بايه بالامتداد الامتداد ده درسم الدروس الجميلة ان شاء الله ندرسها مع بعض لكن تعالي نتكلم بقى على الحسابات لو قال لي ارسم نسيج سادة مكرر مرتين في اتجاه السادة وطلت مرات في اتجاه اللحمة يبقى هنا بيقول لي مرتين سادة وطلت مرات لحمة ده التكرار احنا عارفين ان نسيج السادة بيكون من كام فتلة هنقول هنا فتل ولحمة بيكون من فتلتين اللي احنا رسمناهم في الاول وفاكرنه وتكون من لحمتين لما يقول لي مكرر في اتجاه السادة ده تكرار وده برضو تكرار لما يقول لي مكرر في اتجاه السادة مرتين مقرر في اتجاه اللحمة ثلاث مرات السدة يتحطي تحت اللحمة واللحمة تتحطي تحت السدة وهنقول ليه بعد ما نخلص الحسابات بتاعتنا يبقى مقرر مرتين في اتجاه السدة يتحطوا هنا مقرر ثلاث مرات في اتجاه اللحمة يتحطوا هنا اتنين في تلاتة بستة اتنين في اتنين باربعة الستة دول هيبقوا فين والاربعة دول هيبقوا فين الستة دول هيكونوا مقاس بالعرض والاربعة دول هيكونوا مقاس بالطول معنى الكلام ده ان لو انا جيت على ورق المربعات كده ورجعت لي الورقة اللي انا لسه مقسمها من شوية هتنفعنا في جزئية دي هنا بيقول لي ستة انا هكمل هنا الستة بتاعتي اللي هو قال لي عليها دي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهي دي الستة هنستغل الورقة اللي معانا هنا بقت ستة بالعرض واربعة بالطول زي ما قال لي بالزبط الستة دول عبرها عن ايه فتل الله دم ما احنا فعلا كنا كاتبين فوق فتل ازاي جات ستة هو قال لي مكرر تلات مرات في اتجاه اللحمة ده اتجاه مين ده اتجاه حركة اللحمة اتجاه مرور اللحمة بالعرض طب ده اتجاه مين ده اتجاه مرور السدى او اتجاه وضع خيوط السدى خيوط السدى طولية يبقى انا عندي خيوط بالطول اسمها السدى خيوط بالعرض اسمها لحمة لما بجأ كرر اللحمات اللي هي اللحمة واحد واتنين وثلاتة شايفين انا بعد في اتجاه مين واحد اتنين تلاتة اربع لحمات الاربع لحمات دول موجودين في اتجاه مين في اتجاه السدى طيب والفتل فتلة اولى اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة انا ايه دي بتتحرك في انه اتجاه في اتجاه اللحمة اذا باجي اعد الفتل في اتجاه اللحمة وباجي اعد اللحمات في اتجاه السدى فهمت كده طب لما اجي الون بقى انا كده عايز الون هو هنا قال لي العلامة ايه? ما قالش العلامة ايه? لو ما قالش العلامة ايه? ابدأ الوان المربعات اللي قدامي هنا طبعا انا الوان كده سريعا. هنا دي العلامة الاولى. واسيب واحدة. ومفروض ان المساحة دي تكرار. مش ده تكرار? هنقفل كده على التكرار ده عشان يعرف يعني ايه كمان تكرار. وهجا هلون دي كده. ده اسمه تكرار نسيك السادة اللي احنا رسمناه في اول رسمة على الورق. وعلى الكمبيوتر. طب هنا بقى متكون من دي فاتلتين. وقادل اللحمتين بتوع. بس ده مش تكرار واحد. ده مكرر تلات مرات في اتجاه اللحمة. يعني ادي كمان مرة. ودي كمان مرة. وهيتلون بالشكل ده. تمام كده? وهاجه هنا تاني في التكرار الاخير هعمل كده برضه. طبعا المساحة كبيرة فاحنا مستهلكين وقت عشان التلوين بتاعنا. كده برضه هعمل كده تكراراتي في اتجاه اللحمة 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 تكرارين. هبدأ برضه ايه? الونها. عشان اجهز بالتصميم بتاعي. طبعا كده احنا عارفنا ازاي نعمل التصميم. كده احنا عملنا مسألة بسيطة. وكمان لونناها بالشكل ده. وده التصميم اللي مطلوب منك ان شاء الله. كده احنا عارفنا الاتجاهات وعارفنا نعمل التراكيب النسجية بالشكل المطلوب. وقدرنا نفهم يعني ايه نسيك ده. ان شاء الله طبعا في المرة الجاية هنتكلم عن عمليات اللقي وازاي ننفذ روبات الدوس. وازاي نرسم مظهر سطحي مع بعض ان شاء الله على الورق كل دي مهارات بسيطة في بداية تعاملنا مع التخصص ده. التخصص ده متخصصات الجميلة. لها مستقبل كويس. حاول تعرف كل المهارات الخاصة بتخصصك. وفي نهاية الحلقة طبعا وقتنا عدى معاكم بسرعة. تابعونا على صفحاتنا. آآ هتلاقوا كل المواد العلمية اللي انتم محتاجينها. وان شاء الله احنا معاكم لغاية لما نخلص السنة دي على خير ونطمن عليكم. وبالتوفيق وإلى اللقاء.